توقعك إيه بقى لشكل المنافسة في الدورة السنة الجاية؟ نعم دورة الشرسة بتقالي صعب بالسنة دي كل اللي يعني حتى الفرق معظم الفرق اللي جابت صفقات جابت صفقات جيدة يعني فيه ناس هتزعل مني كابل إسلام اللعيبها واحد اللعيبها واحد اللعيبها اللي فاصل كلها لقلت العيب أو اتنين مميزين في الدورة الممتازة كلها كل واحد بس هي بتبقى دورة أنا خدت فلان وجدت فلانة الدورة الخاصة وبعد الدورة الممتازة يعني نادل قالي فكر صح أنا عن نفسي كل واحد فيش في مصر هذا الجيل الحالي مفيش حد بيفرق عن التاني بس كل ما قول إنت النهاردة لاعب مثلا لو قدر الله قاعد على الدكة كأصابة ولا ككارت أحمر أو 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 النادي اللي بيلعب فيه يقول لك خبار بقدر فلان مش يلعب أه فيش والله كل واحد عشان كده إحنا ما عندناش متخب قوي ما المنتخب برا عن إياه كابتن السلام بتاخد ثلاثة أربعة من هنا على مستوى عالي نجوم بتاخد ثلاثة أربعة من هنا بقى بتعمل متخب قوي عشان كده إنت بتعاني ما هي سلسلة مربوطة ببعض صحيح بس فأعتقد إن إحنا علينا دور كمان لما نيجي بقى نتكلم على المنتخب علينا دور كبير جدا لإنت لازم لازم تعد جيل بجد لإن إحنا الموضوع ممكن يهرب مننا يعني في لعيبة خلاص قدت برسالتها وشكرا لابد من الأجيال بقى اللي هي الصغيرة دي يبقى فيه اهتمام ورعاية غير طبيعية ودراسة وأعداد غير طبيعي عشان ترجع توقف على حلق تاني الجيل الجيل اللي هو بتاع متخب الومبيو الجيل بتاع الفين وتقالية والناس دي كلها لابد من وضع استراتيجي على مستوى عالي جدا لإن ممكن دولي يقفوك على رجلك عشر سنين اتنشرة سنة لكن غير كده لأ انت تعمل بس ايه بتلصم اه طبعا اه طبعا لغاية دلوقتي اه طبعا اه طبعا يعني حتى بعد احنا بننسى اه مبنساش اه طبعا هي الفترة اللي فاتت برضو كانت صعبة على المستوى المنتخبات بس انا عشان ساب الجزء التاني للمنتخبات نتكلم فيه كلها 2003 والشباب والأوليمبي والفريق الكبير خليد اكمل مع حضرك شوية في النادي الاهلي برضو اليوم الكامل حضرت انت او عملتنا عملت حاجات مندي كتير اه طبعا اليوم الكامل اعتقد كان يجب ان يتم تطبيقه من فترة طويلة في النادي الاهلي تحديدا كمان طبعا اصري انت كابتنسى انت لعيب ايه مش محترف طبعا طبعا نادي الأهلي أو أي نادي أنا عايز المبلغ الفلاني إنه جميل psy ينتح'veرعوك أنا جميل��� أنا جميل أنا جميل كنادي كنادي أنا جميل أ לו أن تكون متضم أسئل أغني لعب محترف على المستوى آلي ده حياة عذاب صحيح حياة عذابه typically الت concentration صبح ويروح بالليل على النوم وحياة عذاب محترف حتى الصبحي وفيش تمرين محاضرة وpleop أعتقد للعيب المصري لازم كده لكن عندها كلها اللعيب ييجي قبل التمرين بنص ساعة بالعربية نايم بقى مش نايم صاحي واكل شارب ولا تفرق معنا بتعين انتوا كابتن كمدربين من هذه الأمور كنت في حاجات كتيرة جدا مع الطلاق بس انت بتتحط تحت بندل دقة قديمة انت مش كنت بتلعب معنا في منتخب مصر كابتن اسلام انت كنت ليلة المباراة ليك اتصال بأي حد انت بتفكر في المطش وبقول لحالك يعني ممكنش مكنت بلعب ساعتها كمان لكن استحالة كابتن جوهر بنفسه وحضرتك معاه بتعدوا على كل الأوض وكدت انتوا بتيجوا كابتن التلفون بتاعه صح كان ساعتها يعني ابدأت التلفون بس كان كل المتخب معنا تلفونات صحة في الوقت ده تمام كان النهار ده اللعيب أراجب البصرح المطشات طوية قاعد على التلفون بتكتب على صفحات وشغلة نفسها عشان ده ياخد الخبر بتاعه نزله بتاعه هنا فيه واش والله العظيمة كابتن جوهر الله ارحمه كابتن جوهر لو كان موجود ما اعتقدش انه كان هيوافعل حاجات كثيرة لا 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 خالص 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 أنا عن غاية النهار ده لما بعد ما سأتكلم مع اللعيبة بديهم أمثلة طبعا اللعيبة صغيرة بحب تسمع مواقف معينا الإرادة التركيز الاهتمام الأكل حاجات كثيرة جدا بلسه كان لعيب قريب يقول لك طول يا ابنت طول ما انت واقف شايفك ماسك التليفون وهو أنا كان في مبارات اللي هي بتاعت ستة واحد بتاعت اللي خرجنا بقام بوب ردلي كان مبارسة عالي وزمالك كأني لكن النهار ده كان الكلام ده كان في عيد الأطحة كان أول ما عيد الأطحة نعم لكن النهار ده عندنا عادين عيد الأطحة وعيد تأهلنا الكبس العالم والله العظيم لعيب يعني آه لعيب من اللي بيلعبه من لعيب رايح المباراة الكلام ده كان من قبل المباراة بساعة ونص يعني اللعيب ده في الباص في القوضة أخي فلك فأحد يعني كان تريبا جابت الحسد وشكو قال لك والله دي روح حلو أو مش عارف هو بتاع أنا طبع جمع عندي وتقول لهم روح حلو أنا ماينفعش ده لعيب مش مركز في المباراة خالص يعني ده واحد شاغل نفسه بحاجات تانية أوه كانت ستة واحد آه تمام دي بديك مثال صغير يعني الأكل الشرب الاهتمام الليلة بتاعت المباراة نفسها ده كان محمود الجهر بجلالة قدرو الله رحمه الوحيد اللي لها جراءة أو اللي لها التصريح حالي تكلمه وقال مباراة بيوم يا مدام سامي الله رحمها بأمراض وبعد كده بيفتنه ولا يكلم حتى ولا بيبص على حتى حتى أو شغل قبسة النهاردة الدنيا فيه زر حيصة حيصة مش حيصة فيه فرح والله العظيمة كابتن عادي جدا نفيش مشكلة خالص وتلاقي كل الناس مهتمة بالفلان الفلاني كتب طب معناها إيه يدخلك بقى مش عارف طب هو كتب كده ليه تبتدي بقى تدور دي بيبص الحياة غيرت